مشاهدين عودة إلى ملف الأمم المتحدة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن عبر زوم الأستاذ إيهاب عباس الصحفي المتخصص في أشأن الأمريكية والعلاقات الدولية أستاذ إيهاب يعني بعد التحية هذه ملفات مهمة على مئدة اجتماعات الأمم المتحدة لعل أهمها التنمية مستدامة والتغير المناخية برأيك إلى أي مدى تحمل هذه الاجتماعات أملا وأيضا فرصة جديدة نحو تحقيق انفراجة في هذه الملفات حضرتك وأهلا بكل المشاهدين طبعا ملفات عديدة ومهمة ستكون لها تأثير كبير خلال الفترة القادمة في اجتماعات الأمم المتحدة خلال أسبوع لأهمية هذه الملفات وتأثيرها على المستوى الدولي خاصة مع التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي من حروب ونزاعات وتغيرات مناخية كبيرة جوع وفقر واقتصادات متأزمة على مستوى العالم فيصعب معها في الواقع تحقيق هدف 20-30 الذي وضعته الأمم المتحدة كازدهار للتنمية المستدامة خاصة أن الخلافات أيضا ليست فقط موجودة ولكنها تتصاعد وتتزايد يوما بعد يوم بين ما بدأ يتشكل من مجتمع وقب غربي تجاه مجتمع وقب شرقي يعني نشاهد اتحاد أوروبي ونشاهد نايتو في المقابل بدأنا نشاهد البريكس في الجهة الأخرى وتحديات كبيرة وخروج العالم طبعا من أزمة كورونا ومشكلات سلاسل التوريد ثم الدخول في أزمة روسيا وأوكرانيا التي طبعا أدت إلى إحداث حالة من التضخم في كل دول العالم أثرت بشكل سلب كبير جدا على الاقتصاديات خاصة الاقتصاديات الناشئة ما أدى طبعا لظهور مشكلات عديدة أيضا في المجتمع فقدان وظائف بشكل كبير عدم قدرة على الإفاء بالالتزامات الاقتصادية وسداد ديون قرود وشاء كثيرة جدا في الوقت نعم حسنا يعني أستاذ إيهاب أنت تعلم أن مصر دائما ما تبذل العديد من الجهود في ملف أتنية مستدامة وأيضا يعني تخطط لإطلاق عدد من الشركات وأيضا يعني تؤكد دائما على الالتزام نحو الدول الأفريقية بتحقيق يعني حلول جديدة في هذا الملف برأيك لأي مدى تساهم مصر في تحقيق محاولات ناجحة في ملف التنمية المستدامة يعني أنا أعتقد أن مصر لها دور كبير جدا على المستويين الإقليمي والدولي في المساعدة في تحقيق حالة استقرار سياسي واقتصادي صحيح الاقتصاد المصري اقتصاد أيضا من الاقتصاديات الناشئة وهناك تقارير من منظمات دولية كبيرة كصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الكبيرة تتوقع للاقتصاد المصري خلال عشرات السنوات يعني هناك دراسة تقول أن مصر الاقتصاد المصري في عام 2050 من المفترض أنه سيكون سابع أقوى اقتصاد على مستوى العالم ده دراسة مش من عندي دي دراسة من أعتقد يا صندوق النقد الدولي من مؤسسة أخرى من المؤسسات الكبيرة الضخمة التي لا تعمل بناء على أهواء أو خلافه هذه الدراسة أكدت أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح ويجب أن يستمر في السير في هذا الطريق المعاناة كبيرة نعم نتفق على المعاناة كبيرة التحديات الضخمة نعم التحديات الضخمة المواطن المصري تحت ضغط اقتصادي كبير جدا نعم هو تحت ضغط اقتصادي كبير جدا وسنتحمل ويجب أن نتحمل وإن شاء الله الأمور تتحسن في المستقبل القريب بالمناسبة يعني دي حاجة بس لكل إخوتي وحبايب المصريين أو تفتكروا أن اللي قاعد في أمريكا حاله أفضل من نكوة أو اللي قاعد في أوروبا حاله أفضل من نكوة لا كلنا في الهم سواء كلنا نعاني بسبب الاقتصاد المتدهور النهاردة حالة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية أدت بأن المواطن الأمريكي أصبح يشتغل شغلانتين وثلاث شغلانات عشان بس يقدر يدفع فواتير وتكاليف المعيشة فإحنا نصبر إن شاء الله ونسير على الطريق الصحيح ويتم وضع المسؤولين والخبراء الأكثر كفاءة في المناصب المهمة كما تحدث وكما يحدث الآن سنستمر في السائر بخطوات إلى الأمام إن شاء الله تقود إلى تحسن اقتصادي في المستقبل وزي ما بيقولوا يعني ما فيش حلاوة من غير نار نعم حسنا أستاذ إيهاب عباس الصحفي المتخصص في أشأن الأمريكي والعلاقة الدولية شكرا جزينا لك